اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كيف كانت هيئة جبريل عليه السلام عندما يأتي بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم مشاهدين الكرام خلق الله عز وجل الملائكة عليهم السلام ودورهم هو التسبيح وجعل لكل ملك في السماء دورا ومن رحمة الله عز وجل أن خلق لنا ملائكة تحرسنا وملائكة مكلفة بالوحي للأنبياء عليهم السلام وهذه رحمات من الله عز وجل علينا ومن ضمن الملائكة التي خلقها الله عز وجل هو جبريل عليه السلام فهو الملك الموكل بتنزيل الوحي إلى الأنبياء عليهم السلام وهو أحد رؤساء الملائكة فإن الله تعالى قال عنه مبينا مكانته ووظيفته الأساسية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فبعد أن جاء للرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده في غار حراء عندما نزل له جبريل عليه السلام وأصبح بعدها ينزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باستمرار من خلال سيدنا جبريل أحد ملائكة الله عز وجل فكان يظهر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل يخاطبه وكان يتميز جبريل عليه السلام بحسن الهيئة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأنس به ويفرح ويشتاق إليه إذا غاب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين اثنتين فقط وكانت صورته التي خلقه الله عليها قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام له ستة مئة جناح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق رواه الترمذي وقال حسن غريب وكانت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في الأرض في بداية الوحي ونزلت عليه بعدها سورة المدثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي أي انقطاع الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر رواه البخاري والرؤية الثانية لجبريل عليه السلام كانت في السماء في ليلة الإسراء والمعراج وفي قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقد أتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير عندما كان في منزل حليمة السعدية التي كانت ترضعه فنزل جبريل عليه السلام من السماء فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وأخرج منه حظ الشيطان وجاء بطست من ذهب مملوء علما وحكمة فأفرغه في صدره صلى الله عليه وسلم وأنه خير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبق على كفار قريش الأخشبين حينما لقي منهم الأذى والشدة وأنه بشر السيدة خديجة رضي الله عنها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب وبعدها أوكل الله تعالى مهمة الوحي الجبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كان ينزل بالوحي عليه الصلاة والسلام لما بلغ بالوحي أول مرة رجع إلى داره خائفا منه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني أثناء نزول الوحي عليه شدة وصعوبة يبقى على ذلك ما شاء الله فلا يهدأ ولا يذهب عنه الروع إلا بعد انتهاء الوحي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جبينه يتفسد عرقا إذا نزل عليه الوحي حتى في الجو شديد البرودة وكان يسمع من حوله أصوات غير معتادة عند وجهه وصفها الصحابة رضي الله عنهم بأنها دوي كدوي النحل وكان يثق الوزن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي حتى إنه إن كان راكبا على دابة فإنها تجلس وكان مرة يجلس إلى جوار الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد وضع فخذه فوق فخذ زيد فلما نزل عليه الوحي ثقلت فخذه حتى خشي زيد على فخذه أن ترد وكان يتغير لون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان لونه يصبح رماديا ثم أحمر من شدة الوحية فقد كان الوحي عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حالات كثيرة فقد كان تأتي له كالرؤيا في المنامة وقد سبق للخليل إبراهيم عليه السلام أن رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فصدق الرؤيا وهم بالتنفيذ ولقد كان هذا أول حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحية وكان جبريل عليه السلام يلقي التنزيل في روع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه أن يعلمه به في خفاء وسرعة دون أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وعى معنا جديدا في سورة مخصوصة وذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والروع في هذا الحديث معناه النفس وروح القدس هو جبريل عليه السلام وكان عليه السلام يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل يخاطبه فيعي النبي صلى الله عليه وسلم منهما يقول وذلك كما حدث أن جاء جبريل عليه السلام في سورة دحية الكلبي وكان دحية صحابيا جليلا وسيما وكان يتصف بجماله الشديد حتى إنه كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان جبريل عليه السلام يتشبه بهذا الصحابي دحية الكلبي عندما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للصحابة وكان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صل صلة الجرس وكانت هذه الحالة أشد ما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن جبينه كان يتفسد عرقا في اليوم شديد البرد وحتى إن راحلته صلى الله عليه وسلم لتبرك به في الأرض فينفصم عنه وقدوع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له الوحي كان ينزل ملك الوحي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبريل هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمور الدين ودليل ذلك قول الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وقال الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وصف القرآن الكريم جبريل عليه السلام بالقوة ودليل ذلك قول الله عز وجل ذي قوة وذلك لتتناسب تلك القوة مع حجم المهام التي أوكلها الله عز وجل إليه ومن الصفات التي وصفه بها الله سبحانه وتعالى أيضا عظيم الخلقة وله ستمائة جناح أما غيره من الملائكة عليهم السلام فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن لهم مثنى وثلاث ورباع من الأجنحة وتلك من الأمور التي تميزه عن غيره من الملائكة فكان جبريل عليه السلام يساند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في القتال وكانت وصيته بالمحافظة على الجار وكان دائم مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزنه هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته